السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع التدرب على حل وضعية المشكل بحل المسألة إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى يتقاض عامل 479 ديناراً ينفق منها 276 ديناراً مصاريف مختلفة و23 ديناراً لاستخلاص فتورة الماء و46 ديناراً لاستخلاص فتورة الكهرباء ويدخر الباقي أولاً أحسب مصاريفه الجملية المصاريف الجملية 276 زائد 23 زائد 46 6 مع 3 مع 6 يساوي 15 نكتب 5 ونحتفظ بالواحد ونضيفه إلى ناتج جمع 7 مع 2 مع 4 يساوي 14 نكتب 4 ونحتفظ بالواحد لتصبح النتيجة النهائية 345 ديناراً ثانياً أحسب المبلغ المدخر المبلغ المدخر 479 ناقص 345 يساوي 9 ناقص 5 يساوي أربعة 7 ناقص أربعة يساوي ثلاثة 4 ناقص ثلاثة يساوي واحد الوضعية الثانية تحصلت العمة خديجة من تقطير صابتها من العطرشاء على 248 لتراً فصبت منها أربعة وتسعين لتراً في قوارير كبيرة ومئة تسعة وعشرين لتراً في قوارير صغيرة أولاً أبحث عن كمية العطرشاء بالقوارير كمية العطرشاء بالقوارير أربعة وتسعون زائد مئة تسعة وعشرون أربعة مع تسعة يساوي ثلاثة عشر نكتب ثلاثة ونحتفظ بالواحد واحد مع تسعة مع اثنان يساوي اثنى عشر نكتب اثنان ونحتفظ بالواحد لنتحصل على مئتان وثلاثة وعشرون قارورة ثانياً أبحث عن كمية العطرشاء المتبقية كمية العطرشاء المتبقية مئتان ثمانية وأربع ناقص مئتان ثلاثة وعشرون ثمانية ناقص ثلاثة يساوي خمسة أربعة ناقص اثنان يساوي اثنان اثنان ناقص اثنان يساوي صفر إذن كمية العطرشاء المتبقية تساوي خمسة وعشرون قارورة تساوي خمسة وعشرون قارورة تساوي خمسة وعشرون قارورة تساوي خمسة وعشرون قارورة تساوي خمسة وعشرون قارورة